خلال مسيرته الطويلة قدم تلفزيون العربي سوري العديد من الأعمال والسهارات واللقاءات مع كبار الشخصيات السياسية والثقافية والفنية ليشكل ذاكرة حقيقية من السوريين والعرب عام أنت بخير ودائما تكون دمشق بخير وإن شاء الله دائما هنا دمشق ومن حلب نقول هنا دمشق حقيقة عندما نستذكر المسيرة مسيرة التلفزيون هي مسيرة حافلة بالعطاء نحن الإعلام السوري عبر مسيرة الطويلة تعرض لكثير من المضايقات لكثير من العقوبات لكثير من الحصار حتى على مستوى المعدات الهندسية وحتى على مستوى التأهيل والتدريب فدائما ميزة الإعلام السوري يقبل التحدي بمعنى دائما لا يستسلم دائما يبحث عن الجديد دائما يسعى إلى تطوير ذاته تغب الدراما بكل أشكالها ورياضة عن الشاشة السورية تاب رامج الأطفال كان لها حيزا على الشاشة فكان بحق تلفزيون الأسرة العام وأنتوا بخير لكل كادر التلفزيون العربي السوري ولشعبنا السوري ولقائدنا ولجيشنا كلهم نقولون كل عام وأنتوا بخير ونحن مستمرين بعملنا ونشاء الله النصر يعني كنا تقريبا أنا قلت رأيك سابقا أنه كان بده نهضة أكتر فأجت الأزمة بدل ما كسرت ظهرنا قوتنا أكتر والحمد لله رب العالمين هذا شيء كثير كويس للبلد وبتمنى أنه نحن أنهينا مسيرتنا تقريبا نظل الشباب الجديد والدم الجديد يتكمل المسيرة هنا دمشق عبارة أعلنت انطلاقة التلفزيون وبدأ أول إرسال تلفزيوني سوري منذ أربعة وستين عاما واستمرت هنا دمشق تؤكد إلى يومنا هذا نبض الكلمة وقوتها وحضورها الإعلام السوري كان رديفا إلى جانب الجيش العربي السوري في تلك الحرب الكونية التي شنت على البلاد تلك الحرب التي استهدفت البشر والحجر واستهدفت مؤسسات الدولة فكان الصحفي في خندق واحد إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري من أروقة التلفزيون العربي السوري خرج مئات المعدين والمعدات والمذيعين والمذيعات والفنيين الذين عملوا ويعملون في مؤسسات إعلامية عربية وعالمية بكل كفاءة واقتدار فكان مدرسة خرجت أهم الخبرات والكفاءات لجميع كوادر التلفزيون العربي السوري كل عامنا وأنتم بخير ودام هذا البث بالصوت والصورة إلى جمهوره في كل مكان وليد هنائي الإخبارية السورية حلب